بقول لك يا بأتا سوسو تجي نعمل مقلب في بابا الله ده هيبقى حلو قوي قل بسرعة ايه هو المقلب مقلب الكاميرا وده يطلع ايه مقلب الكاميرا ده طب تعالي هاتي ادنك هنا بسرعة ما قولك قبل ما حد يسمعنا الله ده هيبقى مقلب حلو قوي يلا بينا بابا انا اشتركت لك في مسابقة مسابقة؟ مسابقة ايدي بقى ان شاء الله ده مسابقة جميلة خالص يا بابا ولو كسبت فيها هتكسب 500 ألف جنيه 500 ألف جنيه؟ وانا بقى اشتركت لك فيها وسجلت اسمك كمان طيب وانا المفروض اعمل ايه عشان اكسب المسابقة دي؟ بص يا بابا انت هتمسك الكاميرا دي لمدة ساعة وممنوع تتكلم خالص طول الساعة دي اي حد يكلمك او اي حاجة ما تتكلمش لمدة ساعة يعني هما كده شايفيني؟ اه طبعا يا بابا هما وكده شايفينك وامتابعينك طول الساعة دي ولو ما تكلمتش خالص هتكسب ماشي اديني الكاميرا بقى يا سيدي لمدة ساعة يا بابا ما تتكلمش مع اي حد الساعة هتبدأ من دلوقتي هو ما بيتكلمش ليه؟ الله يا ابني هو انت مش قلت له ما يتكلمش لمدة ساعة والساعة بدأت خلاص؟ ايوه صحيح يلا بينا نسيبه بقى ونمشي احنا الحايا ماما بابا طلع متجوز عليك ايه ده يا واد اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده صحيح؟ اه ايوه صحيح حتى بالامرة لو مش مصدقاني اطلعي برا في الصالة هتلاقيه قاعد روح اسأليه ده انت حتى ساعة ما تجبيه له سيرت الموضوع ده مش هيرد عليك خالص هتلاقيه ساكت اه اطلعي ماما كده اسأليه بنفسك طب وسعوا لي كده واوعه من قدامي تفتكر هتصدق؟ اه طبعا هتصدق وبابا عمره ما هيكلم ولا هيرد عليها علشان يكسب المسابقة هو انت صحيح يا راجل انت متجوز عليها؟ يا انهرازرق ده انا لو ردت عليها وقلت لا هاخسر المسابقة الله ملك يا راجل انت ما بتردش ليه؟ انت واكل سد الحنك ولا ايه؟ ما تفهمي يا وليه يا ابوما انت؟ ده انا في مسابقة يخرب بيتك يبقى صحيح بقى الكلام اللي انا سمعته ان انت متجوز عليه عشان كده انت مش رد ترد هو اللي يتجوز واحدة ابوما زيك يروح يتجوز تاني الله يخرب بيتك يا شيقة والله اللي سايبه لك البيت ومشي الله هو الحظ لما بييجي بيجي مرة واحدة يعني هكسب نص مليون جنيه والبومة دي كمان هتغور من البيت يا حلوة يا أولاد خلاص كده مش هتشوف وش تاني مع السلامة يا راجل يا خايل مع السلامة يا أولادي يا حبيبي خلوا بالكم من نفسكم هسيبكم لابوكم هو اللي يربيكم بس خلوا بالكم منه أصل هو راجل عينه زيغة بص يا بيت يا سوسو احنا نقولهم ان احنا كنا بنهذر بص يا بابا احنا كنا بنهذر احنا مش في مسابقة ولا حاجة احنا كنا بنعمل فيك مقلب يا حاج الكلام ده صحيح يا حاج يا لهوي هو ابوكي ساكت ما بيردش ليه مادام ساكت كده وما بيردش يبقى العيال دي هي اللي بتشتغلني عشان يدفعوا على ابوهم يا بابا تكلم يا بابا يا بابا احنا كنا بنهذر مفيش مسابقة ولا حاجة يا لهوي يا بيت يا سوسو ابوكي برضو مش عاوز يتكلم خلاص يا ولاد ما تحاولوش انا خدت قرار الاخير وهسيب لكم البيت وامشي انت ما بتتكلمش لا يا بابا ما احنا قلنا لك ان احنا كنا بنهذر وان دي مش مسابقة ولا حاجة يعني يا ولادي الجازمة لا انتو عايزيني اكسب الـ 500000 جنيه ولا اكسب ان اموكو تمشي من البيت ايه ده الموضوع عجب بابا اوي ده شكله جي على هواه استاني يا ماما يا ربي ما تصدقهم هااااا